اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طب ليه؟ خلينا كده نشوف مع بعض قال لي greater than or equal greater than or equal to 25 هل اخد الـ 25 ولا ابدأ من بعد الـ 25 لا قال لي or equal فالمفروض ابدأ من عند الـ 25 بعد كده greater than فاقول 25, 26, 27, 28 زي ما موجود في B طيب سوف القصص للبعض لازم اخد بالي من كذا حاجة اولا هو بيتكلم على counting numbers ثانية حاجة افروض اخد بالي منها هي list done ثالث حاجة النمبر اللي انا هبدأ من عنده اللي هو الـ 5 طيب انا عايز less طيب يبقى 4, 3, 2, 1 أو 0 تقول لي يا مستر خلي بالي لك the counting numbers لك تمام صح فهل الـ 0 معنا ولا مش معنا يا مستر لا هو الـ 0 مش معنا فيبقى 1, 2, 3, and 4 وكمان الـ 5 مش معايا فيبقى اخري 1, 2, 3, and 4 اللي هي B طيب تشوف القصص للبعض the set of counting numbers less than or equal to 5 نفس القصص بس هو زود عندي ايه less than or equal to 5 وبرضه بنتكلم عن الـ counting numbers ففكركم ان الـ counting numbers ما فيهاش 0 يبقى 1, 2, 3, 4 طيب الـ 5 معايا اه عشان هو قال لي or equal يبقى 1, 2, 3, 4 و5 اللي هي A شوف القصص للبعض the base of a triangle is 10 cm and its height is 10 cm then its A equals A نفتكر كده مع بعض in the area of the triangle is equal half times base times height الكلام ده equals A قال لي ان الـ base equals 10 يبقى half times 10 والهيط equals 10 تبقى times 10 يبقى half times 10 انت مستنى لا ان هي 50 cm squared وخلي بالي من الـ unit لان انا عندي question في letter A في الانسر 50 وفي letter B برضو 50 طب انا واحدة صح الـ unit الـ unit بدعت الـ area centimeter squared فلازم اركز وانا باختار الـ choice المناسب طيب نشوف القصص للبعض ولي the area of triangle is 30 cm squared its base is 5 cm then its height equals A طيب هلأي افكركوا برضو تاني من الـ rule equals area equals half times base times height انا دلوقتي عندي الـ area وعايز الـ base او عندي الـ base وعايز الـ height فاقدر اقول كده ان الـ height ممكن اقول انها 2 multiply area divided الـ base طيب الكلام ده equals A 2 multiply الـ area equals 30 divided 5 الى الـ base لو حصلنا الكلام ده يطلع 12 طيب انا عندي مستر 2 12 12 cm squared ولا 12 cm هل هو A ولا C لازم اشوف هو عايزي هو عايز height طيب الـ height ده بيتأس بالـ A cm squared ولا cm بس لا ده cm بس ايه بقى الاجابة عندي 12 cm طيب نشوف القصص للبعض ولي the area of square is ومديني ان الـ diagonal هنا بـ 6 cm الـ diagonal ده بـ 6 cm طيب نفتكر كده الـ rule بتاع الـ area بتاع الـ square area equals half times D times D طيب قال ان الـ diagonal بـ 6 يبقى half times 6 times 6 كلام ده equals كام كلام ده equals 18 ففعلا الـ answer عندي 18 cm squared طيب نشوف القصص للبعض the area of square is طيب هنا بقى مديني اللنث فانا محتاج اكتب الـ rule بتاع اللنث طيب الـ rule equals area equals length multiply length أو side multiply side يعني 5 multiply 5 5 multiply 5 equals كام equals 25 cm squared طيب شوف القصص للبعض اللي the difference between two areas of square is طيب انا مديني two squares وبيقول the difference between the areas فانا محتاج اجيب الـ area بتاع كل واحد فيه طيب اجيب بتاع الاولين هو قال لي هنا الـ ac equals 6 الـ ac بالنسبالي ده diagonal طيب حلو جد فالـ area equals half times d times d وقال ان الـ equal 6 يبقى half times 6 times 6 نحسب الكلام ده equals 18 طيب تمام ده اول square تعالوا نشوف 10 square 10 square قال لي ان ab equals 4 انا كده محتاج احسب بالرول التاني لو area equals length multiply length تبقى equals 4 multiply 4 تبقى equals 16 طيب انا عايز ايه دلوقتي انا عايز الـ difference between the areas تبقى 18 minus 16 18 minus 16 تبقى equals 2 طيب شوف الـ question الـ the area of the triangle whose base length is 5 and its corresponding height is 6 فكركم كده بالرول بتاع area equals half times base times height الكلام دا equals half times الـ base equals 5 and height equals 6 نحسب الكلام دا يطلع 15 طيب 15 centimeter على centimeter squared يا mister لان هو بيسأل على area فالarea تبقى centimeter squared ودي answer b طيب حلو جد شوف الـ question البعض 9 divided 3 is it belong or does not belong ولا subset ولا not subset to the natural numbers اللي هي الـ n طيب 9 divided 3 equals 3 طيب حالة 3 دي موجودة في الـ n اه يا mister موجودة في الـ n تبقى belong ولا doesn't belong ولا subset ولا not subset اكيد هي موجودة فهي belong doesn't belong يا belong يا subset طيب هي belong ولا subset ما فيش set يبقى هي belong عادي تمام شوف الـ question اللي بعد 3 divided 9 3 divided 9 دي يعني كده 3 over 9 لأ ما تلا simplify تبقى 1 over 3 طيب هل 1 over 3 أو 3 over 9 موجودة في natural numbers لا لا الفractions مش موجودة في natural numbers فايبقى ايه يبقى does not belong شوف الـ question اللي بعد 5 times 2 minus 5 times 2 منساش ان انا عندي حاجة اسمه order of operation فانا محتاج اعمل multiplication الاول ف5 times 2 يعني 10 minus 5 times 2 يعني 10 10 minus 10 يعني 0 طيب هل الـ 0 موجودة في natural numbers اه الـ 0 موجودة في natural numbers يبقى belongs 2 طيب شوف الـ question اللي بعد 13 the symbolic expression of 5 times a number will be 5 times a number x so it's 5x شوف الـ question اللي بعد علي is 1 years old now how old was he 8 years ago 8 years ago يعني هو دلوقتي عنده y فانا محتاج ارجع او اعمل minus عشان هو بيقولي 8 years ago فيبقى y minus 8 اللي هي a طيب شوف الـ question اللي بعده the symbolic expression of 3 is subtracted from 4 times of a number x طيب بالراحة كده subtracted from يعني minus اهي minus قولنا 3 هتيجي في الآخر بعدين 4 times of a number 4 times of a number x يعني 4x 4x minus 3 لاني دي فين لاني دي اللي هي b طيب حلو جد تشوف اللي بعده x minus 8 وهو دلوقتي عامل المضوع بالعكس فانا عايز اقوله انهي واحدة في الـ choices اللي بتrepresent x minus 8 طيب نشوف كده مع بعض product product يعني product يعني multiply x and 8 يعني دي 8x لا مش صح the addition of x and 8 x and 8 وaddition يعني x plus 8 لا برضو مش صح طيب subtracting x from 8 subtracting x from 8 يعني 8 minus x طيب اخر واحدة تقولي subtracting 8 from a number x يعني x minus 8 يبعني واحدة أو عندي x minus 8 فدي d طيب 2y plus 4 d تبقى 4 is added to the number y 4 is added to y يعني y plus 4 أو 4 plus y طيب اكيد مش d 2 is added to double of number y 2 is added يعني plus 2 double of number y يعني 2y لا برضو مش d 4 is added to double of number y double of number y يعني 2y و 4 is added يعني plus 4 طيب يبقى اي واحدة يبقى c تشوف اميرا has has amount of money why her mother gives her 40 pounds more what amina has in total هي كان معاها y طيب بعدين مامتها 40 40 طيب هل هم كده زادوا ولا قالوا عملت plus ولا عملت minus ولا عملت multiplication or division اديتها يعني بنزود على بعض يبقى بنعمل plus يبقى بنعمل add يبقى y plus 40 اللي هي اخر choice بالنسبة لي اللي هي c طيب نشوف الquestion اللي بعض ما بعض if y equals 3x قال ان y equals 3x ايه mathematical relation عند x equal 2 عايز y طيب اعمل ايه كل الفكرة ان انا هشير ال x وحط 2 طيب مبين 3 وال2 دي في a multiply يبقى equals 6 يبقى y equals 6 اللي هي c if y equal 3 minus x is a mathematical relation at x equal 3 y equals a at x equals 3 يبقى برضو هروح اعمل y equals 3 minus مكان x هحط 3 يبقى 3 minus 3 يبقى y equals 0 لاي ان هي d طيب put right with true statements and false with false statements طيب area of square equal half diagonal length times diagonal length or area of square is half times d times d يبقى صح طيب question بي بيقول area of square equal diagonal length times height لا that's a false statement that's a false statement شوف question c the smallest natural number is one the smallest natural number is one smallest natural number لا يا mister هو مش one هو zero فبردو the false statement طيب شوف question اللي بعد يقول the smallest natural number is zero اه يا mister كده صح smallest natural number is zero اه هو اصغر رقم فعلا zero فيبقى that's right شوف question اللي بعد the smallest counting number is two اصغر counting number two لا اكيد مش صح اصغر counting number the smallest counting number is one طيب شوف question اللي بعد بيقول e union n equals n اه ال even numbers والnatural numbers مع بعض هيعملوا natural numbers اه صح يبقى that's right طيب n intersection o n intersection o n intersection o equals n لا n intersection o المسترك ما بين natural numbers وال odd numbers هو odd numbers that's wrong the smallest prime number is two oh the smallest prime number is two لو نفتكر كده ما كان two three five seven eleven and so on فال smallest فعلا هو two ف that's correct طيب طيب هل nine belongs to n اه nine belongs to n that's correct طيب b division operation is always possible in natural numbers هل لما اعمل division دايما الانسر هتطلعلي في natural numbers لا هو مش دايما مش لازم ممكن اه ممكن لا زي اي كده اللي فوق في question اي كان 27 divided 3 فطلعت لي 9 ودي في natural numbers بس مثلا لو عملت كده 1 divided 3 هل الانسر في natural numbers لا مش هيطلع whole number هيطلع fraction فمش لازم فتبقى الاجابة مش صح اي تفعوث statement طيب يقول odd numbers multiply even numbers equal even numbers مثلا لو انا مش حافظ امتى يبقى يديني اي وplus يديني اي احنا اتفعنا بكده ان احنا ممكن نجرب بسهولة ونشوف الانسر اي طيب هو odd numbers دي اللي هي كام اللي ما كتير 1 انا هقرب 3 multiply even number اي even number مثلا 2 4 6 8 0 10 فممكن مثلا احط ال2 طيب 3 times 2 equals 6 هال ال6 دي even number او هيا 6 even number ف يبقى it's a true statement طيب بيولينا complete the following قال لي بعد كده P minus O نفتكر كده المينس المينس يعني او difference معناه ان انا عايز الموجود في الاولاني بس ومش موجود في التاني طيب نفتكر كده ان prime numbers مع بعض كانت عبارة عن 2 3 5 7 11 13 17 ومكتير او يمكملين انا عارف معلومة عن prime numbers ايه اعارف معلومة ان ما فيهاش even number غير 2 بس وبقية numbers كلهم odd طيب ده معنى ايه مين اللي موجود في prime numbers بس ومش موجود في odd هو 2 2 فالانسر بالنسبالي set 2 طيب n intersection p ال-n فيها كل numbers وال prime فيها شوية numbers كلهم برضو موجودين في ال-n فلما نعمل intersection ما بينهم ال-answer تبقى ايه ال-answer تبقى p كل ال-prime numbers طيب شوف ال-question البعض e intersection p لسه من شوية كنا بنقول ان ال-prime numbers مفهمش اي even number غير 2 بس فهي ابرضو ال-answer بالنسبالي هو ال-2 طيب شوف ال-question البعض the set of even numbers between 24 and 33 اخلي بالي انه هو طالب the even numbers طيب the even numbers دي يعني ايه يعني تكون اخرها 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8 طيب هو عايز between them يعني دي مش معنا من بعدها بعدها 24 26 واكمل 28 30 32 34 بس انا مفروض افعند 33 يعني ما عديهش يعني انا اخري 32 طيب حلو جد جوفي ال-question البعض if x is an odd number then x plus 5 اذا ايه احنا تعودنا قلنا خلينا نجرب طيب odd number مثلا ممكن ناخد 5 اي odd number نجرب كده 5 plus 5 equals 10 طيب هو 10 ده ايه 10 ده even number يا مستر فيبقى even number طيب شوفوا القصر اللي بعضه if x is an even number then x plus 7 equals ايه طيب even number ممكن ناخد مثلا 4 4 plus 7 4 plus 7 equals 11 يبقى ده odd number تعالوا نشوف question تاني مع بعض ولي the product of smallest prime number and any other prime number is a خلينا فكركم ان smallest prime number 2 واي رقم تاني اي رقم تاني prime البقين كلهم لو انتم فكرين odd يعني اكين بيسألني 2 times اي odd number طيب تعالوا نشوف اي prime number تاني مثلا 5 2 times 5 product طبعا يعني multiply 2 times 5 equals 10 2 times 5 equals 10 طب تاني اي تاني even number ويبقى even number فهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اتمنى تكون revision كانت مفيدة بالنسبة لكم شوفكم ان شاء الله حلقة الجاي اشترا اشتركوا في القناة شكرا